أنا آسف نزعلش ممكن على فكرة ما يعجبكش مستوى محمد صلاح في المباراة على فكرة محمد صلاح الحال لوقتي في المباراة ونص يعني لم يظهر بأعظم مستوى بس ياخد على تكلم شوية إنه ممكن يكون محمد صلاح مش في أفضل أحواله وارد ميسي ساعات بيلاع مباراة مع الأرجنتين مش جيدة كريستيانو كان بيلاع مطشات مع البرتغال مش جيدة ساديو مانيه النهاردة جاي بجول كده بس بقاله المطشات اللي عيبهم مع السنغال السنغال كلها حلوة إلا ساديو مانيه عادي يا رياض محرز ما عملش أي حاجة مع جزائر في المباراة عادي بتحصل بس اللي بيسموه إيه المبلغة في الانتقاد والهجوم والتقليل من قيمة محمد صلاح دي حاجة في منتهى 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 الظلم منتهى الظلم زي يعني مش قادرة أستوعبها مش قادرة أفهمها الصلاح هو أعظم لاعب جيه في تاريخ كرة القدم المصرية بالإنجازات بالأرقام بالتأثير بالتأثير في كل ملاعب العالم اسم مصر اللي بيتردد كل شوية بسبب محمد صلاح في ملاعب عالمية ما حدش عمل اللي عمله محمد صلاح وإن شاء الله ربنا طبعاً واحده اللي يعرف الغيب فيه إيه بس إحنا مش شايفين أوي حد ممكن يكمل مسيحة محمد صلاح في المستقبل القريب إن شاء الله يا رب بإذن الله محمد صلاح يبقى في أعلى 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 مستوى ليه بالمناسبة بالمناسبة برضو محمد صلاح لما تبص على عيب كل منتخبات أفريقيا هو أعلى واحد بكتير هو أكبر اسم في القرى الأفريقية هتقولي ما هو فيكتور قسمين هو اللي خد أفضل لقف أفريقيا دي حكاية على جنب بس إنت تتكلم في 4-5 سنين محمد صلاح هو رقم واحد في القرى على الأقل لـ 4-5 سنين على الأقل يعني لو من 6-7 كمان على الأقل نفرح بلعبنا يا جماعة ده يا جماعة كل من يلعب منتخب تقوله خايف من مين يقولك أنا خايف من محمد صلاح طيب حتة فنية بسيطة جدا وأشرحالك بهدوء تام يعني محمد صلاح لما يبقى موجود في تشكيل المنتخب مصر الفرق دفاعين بتبقى الآن المدرب التاكتك بتاعه بتاع المنافس بيبقى فيه جزء كبير منه كيف نراكم محمد صلاح أنت بتشغل المدرب بتشغل اللاعبين المنافسين بتشغل الناس كلها عشان محمد صلاح في الملعب طيب المباراة اللي جاية محمد صلاح مش في الملعب المدربين المنافسين هيشتغلوا على الفرقة كلها وهيبصوا على لعبتنا ولعبها محترمة بس لمحمد صلاح قيمة محمد صلاح تخايف عارف الزاب زي ايه كنت تروح نروح نلعب كودفور احنا هنا في استوديوهاتنا والجماهيل وكل الناس يقولك ايه احنا هنمسك دروكبة ازايش يامني يا كودفور ما فاشغل دروكبة اه بس دروكبة يعني هو دروكبة انه احنا نلعب الكاميرون احنا هنعمل ايه مع صامو ليتو انه احنا نلعب السنغال قبل كده يعني احنا نعمل ايه مع الحج ديوف انه احنا نلعب ليبيريا هنعمل ايه مع جور جوايا فين جوهم بيتعمل لها الف حساب مفيش نجم في تاريخ كرة والله منتخب مصر ده عدى عليه اساطير واسماء عظيمة بس مفيش نجم جيه في تاريخ منتخب مصر زي محمد صلاح المنتخبات كلها تتراعب وتفكر وتعمل الف حساب ليه تعايف المديرين الفنيين يقعد كده يجمع لعبته يقول لهم طيب في جزء من المحاضرة عن محمد صلاح وجزء تاني عن باقي الفرقة اللي جاي مش هيبقى كده مش بقول ان العباء اللي عندها دي قولها بإذن الله يكسبوا المطش الجاي واللي بعد واللي بعده يبقوا رجالة ويبقوا أعظم لعيبة في الكون بس ده كيمة محمد صلاح فآخر كلامي في الجزءية دي والله 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 محمد صلاح ده من نعم ربنا علينا في كرة القدم يعني ده نعمة ان احنا نفرج عليه ونستمتع به وانه يشرفنا في كل مكان في العالم انتقد زي زيال عيب كرة عشان ماسي دي ناس تقول لك ايه هوا يعني محمد صلاح فوق النقد لأ احنا بننتقد واحنا هنا ليونيل ميسي وكريسانو ننالله عادي ينتقد يقول النهاردة لعب مبرامش عجبان يا اوش سأبدا ما تقولش ان هو مداش لمنتخب مصر ده ظلم حرام عليك ده ظلم ببساطة يعني